موسيقى موسيقى لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكية أهلا بكم موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم من جديد النهاردة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور سيد لواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمود شعراو وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء شريف صالح رئيس هيئة المساحة العسكرية كان في اجتماع مطول لتنفيذ توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعاودة ومواصلة هذه الحملة القومية الوطنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والانتهاء من هذه المنظومة التصالحية مع من يرغب في التصالح وفقا لما قرره ونظمه القانون بكلمات مجازة في هذا الاجتماع أعلن رئيس الوزراء أنه لا مدى لفترة التصالح في مخالفات البناء نهاية شهر سبتمبر هو الفرصة الأخيرة طبقا للقانون ثم بيتبع ذلك الإزالة يبقى فيه ثلاث محاول رئيسية في اجتماع السيد رئيس مجلس الزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الوزراء المعنيين أنه نهاية سبتمبر النهاردة 31 يعني بكرا إن شاء الله 1 سبتمبر لغاية يوم 30 سبتمبر بتنتهي المدة أو المهلة المحددة وفقا للقانون لإجراء التصالح في قضايا مخالفات البناء والتعديات على أرض أو أراضي أو أملاك الدولة وفقا لما جاء في القانون المختص نهاية سبتمبر طيب أكيد بقى الحكومة هتدي كمان مهلة يعني النهاردة حسمها رئيس الوزراء لا مدى ما فيش مد يبقى كل الناس المعنيين المواطنين المعنيين بقضايا ومشاكل المخالفات في المباني المفروض بفيدها الصالح يعرفوا إنه قدامهم شهر شهر فقط بيفصلنا عن إما التصالح وإما الإزالة طولا واحدا ولا مد ما فيش مد ده اللي قاله الدكتور مصطفى مدبول النهاردة وأكد أنه لا تهاون ولا تصالح مع أي حالة بناء على الأرض الزراعية فدي مسألة أمن قوم الأرض الزراعية المصرية تأكلت الأرض الزراعية المصرية راحت الأرض الزراعية المصرية ضاعت الدلتة ضاعت ملامحها يتم البناء على أراضي بالمليارات وإحنا بنصرف عشرات المليارات لاستصلاح أراضي لا تصل في خصوبتها وجودتها للأراضي اللي تم البناء عليها بعد تبورها وبعد تخريبها بهذا الشكل العشوائي الذي ينم على عشوائية وغياب للدولة الدولة كانت غائبة لكنها لن تعود كما كانت غائبة مجددة ده تعليمات وكلام وعد رئاسي أن الدولة لن تغيب مجددة قلتها أمبارح قلتها أول مبارح وبقولها دلوقتي وها عيدها بكرة عنوان هذه المرحلة الدولة كانت غائبة الدولة لن تغيب مرة ثانية أبدا أقولها بهذا الشكل وأقولها بكل اللغات وأقولها بأعلى الأصوات إن الدولة يا شعب مصر العظيم دولتكم كانت غائبة في يوم من الأيام لا ده كانت غائبة في عقد من العقود بل عقود كاملة الرئيس بيقول للمصريين بيكم ومعاكم لن تغيب الدولة لن تغيب الدولة دولة القانون كنا بنتكلم فيما مضى إنه الفساد مستشري زي ما قال زكريا عزمي في البرلمان زمان الفساد في المحليات للركب الفساد تخطى الركب واصل ليه العنق بل اختبأت تماما واختفت الرأس واصل هذا الفساد الفساد اللي كنا بنتكلم عليه ومازلنا في قطاع المحليات بينصب صبا رئيسيا على المخالفات في البناء يعني لو انت جدت عيل صغير سألته هو المحليات يبني ايه الفسادة في المحليات يقول لك بيدو تصريح بناء كذا وبيدو كذا وتعليه وإلى آخر لما تيجي الدولة تواجه هذا الفساد نقف جنب الدولة اه في ناس كتير جدا لم يقفوا على حدود المشكلة مش عارفين ايه هي المشكلة يعني في ناس مش عارفين مشكلة التعديات على املاك الدولة وارد الدولة والمخالفات في البناء هي ايه يعني الحجم حجم المشكلة قد ايه ما احنا عايزين نعمل برضو ده اللي الرئيس بيدور عليه بيقول احنا عندنا يا جماعة في مخالفات انواع المخالفات المخالفات تعديات على حرم نهر النيل ونهر النيل لا يعني به النهر من هنا الاسوان لا النهر من اسوان للقاهرة ثم تفريعاته بطرعه بقنواته بمجاريه المائية بمصارفه بكل شيء ده نهر النيل كم كيلو في مصر معرفش كم كيلو اطوال نهر اطوال نهر النيل كله في مصر قديه 4000 كيلو انا معرفش الرقم الفكار ريبي ابراهيم على على جانبي الطرع والقنوات والانهار في مصر في تعديات من اول اسوان لغاية اسكندرية احنا كنا اول امبارح في المحمودية في اسكندرية المحمودية وفي تعديات عن هذه المحمودية دي احد تفريعات نهر النيل طرع اخر المصافي في الاخر عند المصاب في تعديات كل انواع التعديات اقامت بيوت اقامت مقاهي اقامت مساجد اقامت كل انواع التعديات واحد خد حدة ارض زراعها غيره يبقى حرم نهر النيل خرج عن اطار الحرمة التاريخية احنا زمان ايام الفراعنة لما كان حد يحلف لازم كده يقدم نفسه يقول ولم الوث نهر النيل ده مقدس هل مازال نهر النيل مقدس لدى الشعب المصري الاجابة لا كيف يعود مقدسا بتطبيق القانون كامي ابراهيم كامي مش سامع طول نهر النيل داخل مصر الف خمسمية وعشرين كيلو تقريبا ده طول نهر النيل في مصر بسأل يا ابراهيم لو سمحت على مساحة نهر النيل بطرعه قنواته كام كيلو هتطلع تقريبا اربعة خمس الاف كيلو اجمالا اجمالا نهر النيل اصبح انا اسف يعني ما حد تزعل مني بلا حرمة لاي حد يرمي حاجة في نهر النيل يرمي مخالفات في نهر النيل كانوا زمان بيرموا مجاري في نهر النيل كانوا بيرموا صرف الصناعة في نهر النيل توقف كل هذا بشكل كبير جدا خلال الدولة القوية اتنين مازال على ضفتي نهر النيل وطرعه قنواته ومجاريه وغيره وغيره بيوت مطلعة لسنها للدولة والقانون مساكن وعمرات وقصور ونوادي وكافيهات ومش عارف ايه ولك دي تبع جهة لا دي تبع جهة كبيرة لا دي تبع الرجل ده كبير لا دي تبع هيئة كبيرة ده تبع مش عارف مين بقول للناس كل الناس اطمئنه مفيش كبير في مصر فوق القانون الكبير كبير بعمله وكبير بتصرفاته وكبير بالتزامه بالقانون انا امتى ابقى كبير ابقى كبير لما التزم بالقانون والاحترام وانه تبقى مصر هي الاول وبعدها ايه حاجة تاني مش كلام انشى بقوله لكن بقول تاني مفيش حد كبير بفلوسه ومفيش حد كبير بمنصبه مفيش حد كبير بالهالة اللي عليه اعلاميا الكبير كبير بيه احترامه للقانون ومن ثم احترامه لنفسه فاول بند من بنود التعديات اللي الدولة عزمت وتوكلت على الله وعلى الشعب ثم على الشعب في ان احنا نبدأ في ثورة التصحيح اللي بيحصل في مصر ثورة جديدة لتصحيح ثورة جديدة لتصويب امور خاطئة بقول انه مشروعات قومية كثيرة في مصر لكن المشروع القومي الاهم في تاريخ هذه الدولة هو المشروع اللي فتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عملية مواجهة الدولة لمضي التعديات على املكها وعلى اراضيها وعلى قوانينها اللي بتعدى مش بتعدى على الدولة بس بتعدى على الدولة بتعدى على القيم بتعدى على الاديان بتعدى على المبادئ بتعدى على الشعب اللي بنى في نهر الطريق لم يؤذي جاره فقط وانما ازى كل الناس اللي بتعدى على الطريق كيف نصمت وكيف نتعاطف مع من تعدى وقام بالبناء في نهر الطريق كيف نتعاطف مع من قام بالبناء على ضفة نهر النيل هنا أو هنا كيف نتعاطف مع من قام بتبوير الأرض الزراعية وقام ببناء فيها مباني أو مصانع أو غيره كيف نتساهل أو نتعاطف مع مقاول قام بالبناء على أرض ملك الدولة ودون ترخيص أو بترخيص مع اتفاقات مع فسدة في قطاع المحليات أو غيره كل هؤلاء سوف تقاومهم الدولة وتجابهم الدولة بالقانون القانون واضح والرئيس تاني مرة أخرى هنا أتكلم وأتحدث دون أي اعتبرات إلا للصالح العام أنا أتفهم تماما وأفهم تماما لماذا غضب الرئيس لماذا الرئيس كان غاضبا غضب الرئيس له ما يبرره غضب الرئيس غضبه من أجل الدولة غضبه من أجل مصر غضبه من أجل الحق غضبه وصرخة رئاسية كي يكون هناك نوبة صحيان مصرية نوبة استفاقة مصرية نوبة استفاقة ويقظة مصرية تحاول أن تعود ما فات اللي حصل في مصر كل اللي الرئيس قاله عايزين نشد خط ونبدأ من جديد فكانت المشروع اللي النهاردة كان حضره اللي هو شريف كان حرب شريف صالح اللي هو رئيس هيئة المساحة العسكرية عملوا مشروع اللي انتوا شفتوا جزء منه منظومة المتغيرات المكانية سيستم يتعامل على الكمبيوتر عملوه أخواننا في هيئة المساحة العسكرية اسم منظومة المتغيرات المكانية قاعد زي جوجل إرث كده اللي احنا بنشوفه على التليفون بنشوف الأرض وكذا بيبين كل حاجة في مصر أي تغيير بيحصل في أي مكان ببناء تغيير لون أو شكل أو مكان أو غيره يدي ألارب هنا في حاجة نبدأ كل الأجهزة تروح تشوف بالتالي مصر كلها مراقبة من حيث التغيرات المكانية وفقا لهذه المنظومة أو السيستم اللي قامت به هيئة المساحة العسكرية اللي النهاردة كان بيشرح اللواء أركان حرب شريف صالح هذا الموضوع يعني حضرتك أكدنا معنا تليفون وشايفين أكدنا كاميرا تمراقبة شايف كل اللي بيحصل في مصر أي تغيير بيحصل مش كل واحد بيلف على الخريطة بيد ألارم على طول يقول إن في هنا تغيير في بناء تم في الحتة الفلانية في تعالية تمت بيديني على طول أي تغيير مكاني أي تغيير في الحاجزة المكانية في الشكل بالتالي كنا زمان مش عارفين نلاقي مين هيتابع كل المحافظات وكل النجوع وكل القرى مين هيتابع طبعا الدولة المفروض لها أفرع ونهاية طرفية بتواصل بالمحليات والعمد والمشايخ كله الجامعات الزراعية وغيرها كله بيترمخ كله بيعمل نفسه مشيخ داله كله بيشترك كله يقول لك يا عم حرم عليك الرجل الله يلعنه الرجل ده وقفني لو بيكون واحد عنه ضمير يقول لك شوف غار في ستين ده يتنقل ليه كان معطلني عشان ابني بيت للعيال على حده الارض التاني كان معطلني ان انا علي مش عارف دورين زميل الجامبي علا واحد تاني يقول لك يا عم دهدوا البيت الاسر اللي موجود في مصر الجديدة طلعوا بيعمارها مئة عشرين دور التاني يقول لك انا مش عارف عشان ما عنديش وسطة كل ده صحيح كل ده حقيقي كل ده فساد كان ماشي ليه دستقور ليه قانون للفسدة وكمان مش عايز ازود وطين بلا والله انا اعلم انه قبل في الازمنة الغابرة كان فيه ناس بتطلع قوانين بتفصل تشريعات علشان صالح اشخاص بنبعينه كل ده كان موجود لما نجي نغير على البلد ونبني دولة الناس تزعل الناس تزعل ليه الموضوع اللي صالح مين هو فيه اي اجراء ده الزكاة لما بتطلع لما فردت الزكاة ان الزعلت عشان بيدفعوا فلوس معروف الانسان جوبل على اي حاجة بيطلحها بالدقية ما يبقاش مبسوط الا القليل الا من راح يمربي لكن عايز اقول انه لما الدولة قالت نقف نواجه التعديات قالوا ده ندأ زي كل مرة بطول عمر الدولة بتقول لا المرة دي كان لا يا عم طول عمرهم بيقولوا حدش قدر عمل حاجة يا عم ده ده في ناس واصلوا الحيتان واحد بني بيت طالع متر حاجة يقولك يا سيدي هو انا جاد علي ما اللي جانب يعمل عمارة لو جوم يهده يهده هو اتطمن خليني بس اقول انه ابراهيم بيقولي في الاربيس بيقولي اخد بالك يا ابراهيم قال لي في ناس بنيين على طرح النهر كتير جدا هو رجل يعني امين بيقولي دلوقتي انا بتكلم وانا بقول يا ابراهيم وبقول لكل الناس شرفاء زي ابراهيم اللي شغال معايا وكثير زي ابراهيم في كل مكان شايفين ان فيه تعديات وكمان بقول لكم اه في ناس مراكز عندهم تعديات هاتي تشال انا بقول لكل الناس بشكل علني وواضح وعلى هو مباشرة باعلن بشكل واضح ومسؤول عما اعلن لا يوجد في الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شخص او شخصية فوق راسه ريشا نقطة تاني بقول اي حد عنده اي حد بيسمعني او بيتفرق دلوقتي او بيشوف انا بقول له اقيم عليك الحجة امام الله لو انت شايف ان فيه حد متعدي او مستولي على ملك من املك الدولة او متعدي خاصة على نهر النيل خاصة على نهر النيل ايا كانت صفته ايا كانت صفته اا ايا كانت صفته وزير وزير ولا حتى مين ايا انتو فاكرين الرئيس السيسي انا بفكركم والله يا بريم لو عندك تجيبها لي يبقى ربنا يسترك الرئيس السيسي كان مرة في المنتزة يعني في المنطقة بتاعت المنتزة بيعرضوا على سياته الكباين وغيره وبتاعت مين وبتاعت مين اسماء تخض اسماء ماصر كلها والراجل اللي كان بيتكلم بيقول فيلا فلان وفلان 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 الاسماء اللي احنا بدنا دعناها في التاريخ الرئيس قال له يا رئيس اهد الحاجات دي قال له لو لقيت حاجة مكتوب عليها عبدالفتاح السيسي هدها يا جماعة ما سمعتوهاش سمعتوها وانا قلتها هنا في المكان انا فاكر انا فاكر انا فاكر كويس جدا قال له انا مش فاكر اسم اللي هو مين مش فاكر مين اللي هو في المنطقة الشمالية اعتقد الرئيس قال له بيقول للرئيس انا عندي فيلا مش حاجز يجيب اسماء حد فلان وفلان 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 اسماء بقول لكم بجد احنا كشف موجود بتاع المنتزة اللي فيه بقى كل الناس رجال اعمال ورجال سياسة ورجال كله ومش عارف ايه انا بسأل وابقوا اعضاء من قام الرئيس جانب عبدالنصر من قام مجلس قلت الصور لغا دلوقتي كله بقى ورأساء وغير الرئيس قال له كده بالزبط قال له لو لقيت حاجة مكتوب عليها عبدالفتاح السيسي ايش قال يا مصريين انا بقوي قلبكم وبقول عندكم رئيس شريف ورئيس نظيف ورئيس قوي ورئيس فاهم وما بيخافش غير من ربنا فرصة بالنسبة لنا كلنا استغلوا هذا الرجل استغلوا هذا المناخ نبدأ كلنا نحط ايدنا فيه بعض نطهر بلدنا نضف بلدنا نزيل التعديات نبدأ نبني نبدأ نتحرك امامنا فرصة تاريخية انا بقول تاني اللي عنده اللي عارف حاجة فيها تعدي طبعا يبعت لاجهزة الدولة يبعت لاجهزة يقول لي مش عارف اجهزة الدولة مين يا عم يبعت لعندك لأي للمحافظ لرئيس الحي لرئيس المدينة يبعت للاسم دلوقتي مدراء الامن موجودين في اللجنة بشكل بتعليمات من الرئيس يبعت لأي ضابط يبعت للبرنامج يا سيدي ابعت على الصفحة ابعتناها على الصفحة واحنا هناخد الحاجات دي نبعتها لرئيس الوزراء بشكل مباشر الموضوع مش هزار بقول تاني انه والله بعد ان شاء الله نجاح هذه هذا المشروع القومي هذا المشروع القومي لازالة التعديات واستعادة هيبة الدولة ده مشروع قومي لاستعادة هيبة الدولة مشروع المخالفات في البناء ومشروع المصالحات ده بيمثل مشروعا قوميا لاستعادة هيبة الدولة التي كانت مفقودة في وقت من الاوقات اقول مرة اخرى واطمئن النهاردة كنت قاعد مع مجموعة من الاسدزة المحترمين وقالوا لي والله لهم رأي قالوا لي الناس هتتصالح او اللي ماينفعش فيه المصالحة هيتزال واحد باني في نهر النيل على حرم النيل هيروح فين لو جبتله مين لو حتى باني قصر منيف هيتهد هيتهد واحد باني على جزيرة ملك الدولة هيتهد هيتهد واحد على باني على ارض الاصر هيتهد هيتهد واحد عايز يعمل تعليه في مكان ما ويعلي مما يعرض المبنى للخطر هيتهد هيتهد واحد باني في حرم السكر الحديد هيتهد هيتهد واحد باني في حرم الطريق العام هيتهد هيتهد واحد بنى في حرم الكهربا لانه بتاعت الضغط العالي فيه 100 متر و100 متر مين وشمال هيتهد هيتهد الموضوع مفوش دي قواعد يا جماعة لما يكون عندي عمدة الضغط العالي بتاعت الكهربا واحد يبني تحتها ويروح يعمل كمان نشوف الفجر يرفع قضيه عالدولة انه العمود الكهربا ده بتاعت الضغط العالي بيؤثر على صحية وصحية عيالي نبص نلاقي العمود ده مبني قبل هو ما يتولد بعشرين سنة وهو اللي جهد بتعديات وعملوا تجمع ساكني اربع خمس بيوت تحت بتاعت الضغط العالي ويطلبوا من الدولة انه يتنقل الضغط العالي عشان بيأثر عليهم يا سبحان الله انا بقول للناس بس دي امثلة ونمازج موجودة ويعملوا ورق جماعي وبعتول النائب بتاعت الدائرة وقول النائب اعملناش حاجة النائب احنا طلبين منك وحرام وعيالنا وهجيب بورا مسرطاني وهجيب بورا في المخ لانه الضغط العالي مين اللي راح على مين الضغط العالي بيقول انه مئة متر من كل اتجاه هم راحوا تحت الضغط العالي وبانه في غايبة بتوع الكهرباء في غايبة بتوع المحليات ففساد هنا ففساد هنا في الاخر الناس بنوا غلط وهم عارفين انه غلط ودفعوا رشوة يعني هم متحملين المسئولين لكن تاني بقول تاني الذين فسدوا اللي هم الناس اللي خلفوا مفساد والذين شاركوهم في الفساد اللي ادوهم التصريح ولا الترخيص وخدفهم رشوة سواء في المحليات او الشئ الهندسية او الكرباء او غيره دول لابد ان هم يعقبوا ويحسبوا ايضا بنفس الطريقة لانه لو لا وجود هذا الفاسد في مكانه ما كان المواطن استطاع ان يتعدى او يتخطى حدوده الموضوع يا جماعة موضوع مش موضوع مش موضوع يوم عدي الرئيس تاني بقول اقدر اقدر من كل قلبي غضب هذا الرجل غضب من اجل الوطن والله غضب من الشخصية على الاطلاق غضب من اجل مصر احنا كل الناس بتشتكن الفساد وخصوصا الفساد في المحليات والتعديات على املاك الدولة كل الناس انا يعني لو لو عندي بحبوحة من الوقت ونجيب كم التحقيقات الصحفية والمقالات اللي تقالت في مصر على مدار 30 سنة فاتت بنتكلم على الفساد والسوس ينخر في عظم المجتمع نتيجة هؤلاء السمان والحيتان اللي بيعملوا بتعديات وبياخدوا اراضي وبيسقعوها وبيبني وتعليه ده كده واحد في احدى المحافظات كان خبير كان عدو في المرلمان كان خبير تعليه حتى اطلق عليه علي تعليه انا فاكر مش فاكر في اراضي المحافظة لكن ده كان واسم كان موثق الراجل ده تخصص يجيب موافقات تعليه ده الرئيس هو في اسكندرية كم عدد المخالفات في اسكندرية كانت قديه رقم يعد نصف مليون عد نصف مليون انا في محافظة واحدة بس في الفوضى من 11 ل13 وما بعدها كمان فوضى عارمة فوضى عارمة كل الواحد وبعدين الناس اللي راحت ردمت البحيرة في مريوت وردموا البحيرات وبنوا عمارات وبنوا منتجعات ويتطلع يليم مفلوس ويشتري تيارة ويشتري اخت ويقعدت نطط على الدولة يعملوا جورنان ولا يعملوا محطة فضائية يقعد يشتري في البلد ويقعد بقى ايه يقعد يقعد يقر شكل البلد ها هضغط يقعد اكتب لي يا ابني شوي يا ابني اه على وزارة كزا لانهم هعطللنا في موضوع ايه جيب الناس اللي عنده في المحطة بتاعته ابدأوا وهجموا لي يا جماعة وزير الزراعة علشان خاطر وزير الزراعة بيكلم كلام ضد مصالحنا روح يا ابني اعمل لي تحقيق عن المبيدات عشان خاطر احنا عايزين نجي المبيدات من فين روح يا حبيبي اكتب لي مقال كاتب كبير جدا كاتب كبير وعمل نفسه معارض ووطني اكتب لي يا عم مقال اشتملي فيه في محافظة المنك المركزية عشان خاطر احنا عايزين ناخد قرض نعمل كذا كذا تبدأ الجورنان على المحطة الفضائية يبدأ على مش عارف ايه يبدأ ايه كله يلمس مع بعضه وعندنا يا جماعة يكلم بقى فلان لانه احنا بنعمل حاملة اعلامية في المحطة الفضائية والبرامج والبرامج مين البرامج في برامج واحد كم مزيح كده من اللمعين ولادنا يعني حبيبنا يعني بعثوا لفلان وفلان وفلان ما ده واخد شقة وده واخد فيلا وده واخد مش عارف ايه وده واخد ايه يلا يا جماعة اتكلموا كلكم في الموضوع بتاع البنك المركزي مثلا عشان اخلص الصفقة بتاعت وكان مقال يتكتب يقوم المزيحين ياخدوا المقالات يتكلموا عليها يقوم الرجل المحافظ او الرجل المسؤول في الوزارة او غيره يبدأ يراجع نفسه تاني يقول لك يا عم ده حاملة عليها جامدة جدا ده حاملة جامدة جدا يا عم ويبدأ بسرعة ياخد مقال مدفوع الاجر في نيويورك تايمز كانت بواحد خبير مدفوع الاجر واحدة في الجارديان يقول له ده الاسمار في مصر ضعيف الاسمار في مصر تعرض لخطر نتيجة تعنت مثلا الوزارة الفولينية او البنك المركزي فيه خاذ يجيب الحاجات ده كلها ويطلع للمتخز القرار يقول له يا جماعة الحق ويروح واحد من نواب بتوحهم اللي في البرلمان ياخد يعمل طلب احاطة بسرعة سؤال عاجل عم وارده في صحيفة نيويورك تايمز بسأن الوزير فلان لفلان اللي عامل كذا كذا بسرعة رئيس اللجنة رئيس اللجنة تابعه يطلعوا قرار او قانون او تعديل تشريعي عشان الرجل يسخلص مصالحه كم مصلحة في مصر تمت بهذا الشكل كم رجل اعمال في مصر بقى رجل اعمال بهذا الشكل كم واحد بقى عنده مليارات بهذا الشكل ويسمي نفسه في الاخر رجل صناعة ورجل استثمار ورجل البر والتقوى ورجل كذا ورجل كذا كم واحد كم واحد عمل الطريقة دي عن طريق الاعلام صحافة وبرامج وعن طريق صحافة اجنبية وعن طريق نواب في البرلمان وعن طريق الكلام اللي بحكيه ده كله قبل 2011 الكلام اللي بحكيه كله حاصل وحضرتكو عارفين وقضايا تفجرت وصحف اتكلمت وناس محترمين قالت وناس ماتت وهي بتنادي وكل ده كان بيحصل لما نيجي بقى دلوقتي الدولة تواجه كل هذا في وقت واحد والله 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 هذا الرجل سيكتب التاريخ باحرف من نور ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي الناس بقى ما هو لما ييجي تكلم الرئيس يوم السبت في اسكندرية المضمون الاساسي بنفتدح وبنعمل عروس جديد اسمها اسكندرية في نفس الكلام الرئيس بيقول يا جماعة موضوع التعديات خطير جدا 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 بيهدد بقاء هذي الدولة هو الرئيس كان زعلان ليه هو الرئيس كان غطبا ليه طيب هو الرئيس كان بيتكلم كده يعني ما ممكن الرئيس يخلي الرئيس وزراء تكلم ولا يخلي وزيري تاني يتكلم وهو الرئيس يعني بقى كده لا 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 يبقى انتوا عارفين بيحصل ايه نفس اللي فاته اللي فاته اللي فاته اللي فاته اللي فاته وخلصه فيش جديد الجديد هو اللي بيحصل الجديد اللي هو نوبة صحيان رئاسية للشعب للناس للاجهزة للحكومة انا فاكر كلام الرئيس اهو فودان قال كده بالظبط تكليف وتحدي واختيار واختبار تكليف للحكوم والاجهزة وتحدي واختبار لهم جميعا حاول اعداء هذا الوطن الذين يكرهون مصر ويتمنون كل الشر المصر حاولوا يعملوا ايه يتكلموا يقططع كلام من هنا ومن هنا ومن هنا ويهاجم الرئيس ويعمل هاشتاج وغيره انا بقول اهو بشكل واضح لكل هؤلاء الخاونة من الاخوان المسلمين والمتعاونين معهم والمتعاطفين وكل القنوات الموجودة في قطر والموجودة في تركيا والموجودة في لندن وكل هؤلاء المرتزقة الذين يجلسون في دورهم مختبئين كالفقران لا يستطيعون العمل ولا يستطيعون القول فقط امامهم كيبورد وشغالين بيدفع فلوس بتجيلوا فلوس يعمل هاشتاج يعمل هاشتاج بيه ما عندوش حاجة ما عادش عندو حاجة اصلا خالص هو ما عادش عندو حاجة يعملها قاعد في البيت هربان زي محمود عزة زي الفقار يقعد تابعة سبعة تمان سنين قاعد مختبئ ويقعد عشرين سنة عمل زي العنكبوت ولا حاجة ما عادش عندهم حاجة لا عرض ولا عرض ولا غير ولا حاجة يبدأ يعمل بقى يشتغل ايه ما فيش خش يلا بينا نشتب نشتب زي ما عملها الواد سامي كامل الدين من فترة يلا نشتب ما هو مش لا حاجة يعملها ما هي دي لغة الهاشتاجات والحملات الاعلانية المدفوعة الاجر والحرب بتاعة الزباب الالكتروني لغة هؤلاء الفاسدين الفاشلين الذين لا يملكون من امرهم شي هم دول شغالين يقول لك احنا احنا انا بقول لكل الناس بقولت مبارح وبعيد النهاردة ولن امل الحديث هؤلاء الذين بيقولوا ايه الرئيس بيقول والله دي انا هعمل هذا الكلام الصحة هيتعمل زي الكتاب ما بيقول وانا لا اقبل اكون موجود في مكاني هنا بهذه المسئولية هنا واتحرك من هنا دون ان يكون هناك العمل المثالي بنسبة مئة بالمئة لو انتو مش عايزيني امشي لو انتو مش عايزيني امشي هذا الرجل النبيل بيتكلم بيتكلم مش بالسياسة مش بيتكلم بالوهم بيتكلم لانه موجوع الرئيس موجوع بكم الفساد المستشري هنا في مصر الرئيس موجوع بانه بيحلم لبلده تبقى بلد قوية عفية الرئيس بيحلم ومن كتر حلمه فيه وجع وفيه ألم وفيه حزن الرئيس لما يقول لو مش عايزيني امشي من مكاني بسرعة عمله استفتاء في عز غضب الرئيس بيقول اعمله استفتاء دي الدولة دي دولة مؤسسات دي دولة دولة مؤسسات انا بقول لي سيادة الرئيس تاني بقوله النهاردة سيادة الرئيس تاني سيادة الرئيس غضبك في محله ومقدر ومصر بتقدر هذا الغضب اللي هو بيصب في صالح مصر التاريخ سينصف ما يقوم به هذا الرجل التاريخ لن يقف في صف الخوانة والمرتزقة التاريخ من دلوقتي بيفتح صفحاته وبقول تاني صاحب هذه الاياد البيضاء والسريرة النقية الصافية بالتأكيد هينجح وهنقعد نفكر بعد ان شاء الله بعد عشر سنين نفكر بعد بهذه الفترة اللي احنا بنعيد فيها تركيب البلد مرة اخرى اللي تم تفكيكها طبعا طبعا هيقولوا مش عايزين الرئيس اصحاب المصالح هيقولوا مش عايزين الرئيس لانه زي ما قلت مبارح اصحاب المصالح في عدم بقاء الدولة قوية اللي موجودين برة مش عايزين الرئيس طبعا مش عايزين طبعا مش عايزين الرئيس طبعا ليه لانه الرئيس قضى على احلامهم وأحلامهم عبارة عن اختصاب الدولة المصرية الرئيس اللي حمى هذه البلد مع باقي مؤسسات الدولة وجيشنا وشرطتنا وناسنا الشرفاء وقف درع للوطن يحميه بالتأكيد مش عايزينه هو احنا بنتكلم بليه فوندور ليه آه يا رئيس فيه ناس يا رئيس من هؤلاء يا رئيس الناس الخاوانة يا رئيس مش عايزينك الخاوانة مش عايزينك الخاوانة العملاء المرتزقة اه مش عايزين الرئيس طبعا اما هيعزوا رئيس يا رئيس ود طبعا مية في المية هيقولوا مش عايزين ويعملوا هاشتاجات ويدفعوا فلوس الفلوس عندهم فضيين قاعدين فضيين تخيل تخيل معي عندك هذا الجيش الجرار من الزباب اللي يتوني برا واتبحهم في الجوه عنه وعندهم فلوس يعمل هاشتاج مدفوع يدفع له فيه نص مليون دولار يلا زي ما تعمل معي وتعمل مع كل الناس على فكرة بالمناسبة كل يوم اي حاجة الرئيس حط الرئيس في جملة مفيدة اجري وكل الزباب يشتغل تطلق يا سلام الشعب المصري الشعب المصري الشريف العفيف الشعب المصري فاهم واعي عارف اللي بيحصل وبيشارك في البناء مؤمن به لكن اصحاب المصالح يا سيادة الرئيس بالتأكيد اللي بيقفوا ضد البلد بالتأكيد مش عايزين حضرتك مش عايزين سيادتك مئة بالمئة اسحاب المصالح المرتزقة الراجل اللي كان شغال فقط سمصار أوطان اللي بيبيع ويشتري في مصر اللي واخد اراضي وعمل يسقع في اراضي ويبيع في قلق الله اللي عمل بيجيب مخدرات وعايز يخرب عقول ولادنا وصحة ولادنا هؤلاء المرتزقة اللي شغالين سمصرة لجزة استخبارات وجواسيس بالتأكيد مش عايزينك رئيس بالتأكيد كل هؤلاء بيسيء لهم ولمصالحهم وجود رجل قوي امين زي الرئيس مية في المية جماعة احنا مستغربين ليه الرئيس بيتكلم لا يفهم كلام الرئيس الا الشرفاء لن يفهم كلام الرئيس ولن يفهم غضب الرئيس ولن يتفاعل مع كلام الرئيس الا الشرفاء من ابناء وطني وهم كثر اما هؤلاء المرتزقة في الخارج الخاونة في الخارج ونهاياتهم الطرفية في الداخل بالتأكيد يسئهم بقاء الرئيس نفسهم باحلامه طلعوا كم اشاعة وكم شائعة وكم قصة على الرئيس من اول ما كانوا يزيل الدفاع لقد دلوقتي قصص وحكايات وروايات ولو جمعتها في مرة ورات لكم لا تملكوا اللي كنتوا تقولوا ايه الناس دي مجانين شغالين ومش هيبطلوا شغل انا بقول انه عندنا كتير البلد دي عندنا كتير نتكلم فيه الرئيس لما فتح الملف الاقتصادي وفتح الملف بتاع البنية الاسية وفتح الملف بتاع الصحة وفتح الملف بتاع التعليم وفتح الملف بتاع الثقافة وفتح الملف هات لأي عنوان واتحدى اي عنوان من اي مجال تكنولوجيا انترنت دولة رقمية تعليم عالي بحث علمي صحة امراض لا اله الا الله والله لو لم ينجز هذا الرجل الا انه وقف بالجيش ومع الجيش مع رغبة الشعب وتخلصنا من الاخوان والله لا كفاء خضي الامر رفعت الاقلام واجفت الصحف الرئيس عبدالفتاح السيسي اسمه قد كتب في كتب التاريخ باحرف المنور بانه الرجل المخلص الذي دافع عن الدولة وعن الدين بتخلص من الاخوان مع الشعب المصري في صورته في 36 نقطة وشد السطر تعال بعد كده لو لم يفعل الرئيس الا مشروع 100 مليون صحة اللي قضى على فيروسيه كافضل تجربة في العالم واتحدى افضل تجربة في العالم للقضاء على فيروسيه كانت هنا في مصر الناس بيتعجب زمان كلكوا عارفين واللي ما يعترفش بهذا الكلام يبقى منه لله انا بقول تاني كام مليون مصري كان منتظر تحرير شهادة وفاته نتيجة اصابته بفيروسيه كان مليون واحد احنا كان عندنا عشرة في المية تمانية عشرة في المية من الشعب المصري عنده فيروسيه كنا 100 مليون عن 10 مليون 10 مليون يقدر نزرع عمليات كبد وغيره 100 الف يعني عندك لا يقل عن 9 مليون ميتين ميتين 9 مليون بفضل الله بفضل الله ثم هذا الرجل ثم المشروع الصحي اللي اتعمل انقص حياة 9 مليون مواطن مصري من الموت المحقق حصل اللي بحكي فيه ارقام الناس عرفاها لكن مشكلتنا ان احنا بننسى ومشكلتنا ان ممكن واحد تافه سفيه عميل خبيس يطلع شائعة او كلمتين على تغريدة او غيره الناس قولوا هو صحيح كذا كذا يا عم فوق يا عم فوق احنا احنا بنتحارب الناس دي بتحلم حلم اعداء مصر ان يختفي الرئيس السيسي حلم اعداء مصر ان يختفي هذا الرجل اعداء مصر بقى اشخاص جماعات منظمات دول بيحلمه هو انت مفكر يعني ان تركيا ولا قطر ولا مش عايز اقول الاخوان وداعش وكل هؤلاء مش بقولك بيحبوا الرجل لا هم نفسهم بيحلمه انه يختفي من المشهد لانه هو صمام امان بقاء الدولة ومبارح قلت جلطة في شريان كل هؤلاء وجوده مانع 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 قوي بامان بقوة ضد تسلل كل هؤلاء خلينا اقولك يا جماعة حكم مصر صعب حكم الدولة دي صعب من اصعب الدول اللي ممكن تحكمها والرئيس دايما مايكلم بقول شان الحاكم بقول انا المسئول مسئول امام الله امام التاريخ امام الشعب امام الاجيال القادمة تاني بقول وانا فعلا بتكلم بكل ما ارى مش ما اسمع كل اللي بحكيه شفته لاني افهم واؤمن تماما بانه مصر مشى في الطريق الاصح مش الصحي بس اصح طريق واقصر طريق للبناء بغير على البلد بحب البلد نفسي احلم ان هي تبقى افضل بلد في العالم اقتصاديا وتعليميا وثقافيا وصحيا وغير 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 كل شيء وبقول تاني واحد بره يتكلم يقول لك دا الراجل دا بيتكلم هو يقول لك دا ضد حرية الرأي والتعبير وبيشتم في حقوق الانسان وغيره لا 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 اقول لك الراجل دا المطبلات بتاع النظام والله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في كل هؤلاء حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يقول ما لا يعتقد النصاب هو عارف انه غلط هو متأكد من جواه انه هو كدام وانا هنا بتكلم وابقولك وبكرر اتحدى حدي يقول لي معلومة من اللي بقولها غلط هطلع اعتذر والله بقول معلومة غلط انا بتكلم على فيروسين غلط ولا صح شاهدين يا مصريين شهادة الناس بتكلم على الطرق شاهدين يا مصريين ولا لا وهي الطرق دي شوية الطرق بنعملها وبننورها وبنفرح الطرق دي يا مصريين مش بس حاجة بنفرح بيها ونتكلم ونقول عندنا طرق لا الطرق دي اللي حامت ابنك وابني من الحوادث الطرق دي اللي خفزت على عربيات الناس اللي عندهم عربيات الطرق دي بتوفر الوقت توفر الفلوس انا بس مش هتكلم غير على الدم اللي كان دمي على الاسفل دماء على الاسفل افلامت عملت وقصص راحت وكذا وتكلم دلوقتي لما جاء عمل طرق نسبة الحوادث في مصر اصبحت من اقل نسب الحوادث في العالم نسبة الوافيات اصبحت اقل نسبة الوافيات في العالم تعالوا شوفوا اللي بيحصل في الصحة في كل قطاعات الصحة تعالوا شوفوا اللي بيحصل في التعليم في كل قطاعات التعليم تعالوا شوفوا اللي بيحصل في المصانع في الصناعة في الزراعة دولة بتتبني من جديد وبعدين دخلنا نشوف الاخلاقيات والمثل والثقافة والاعلام شغالين تعالوا نشوفوا بقى الدولة بكلم الفساد فين الفساد الفساد يا عم يا عم بتا في ناس فسدين يا عمدي للناس ناخد الرجل؟ ما بنسمع هذا الكلام؟ كليون بنسمع هذا الكلام. لما تجي الدولة والرئيس ياخد خطوات لمواجهة الفساد طبعا الفسدين هيقوم. يا سلام هما الفسدين هيفراحوا بان حد يقوم الفساد؟ طبعا لأ طبعا لا الناس الفسدة والناس الحرامية والناس المرتزقة بالتأكيد كارهين الدولة وكارهين الرئيس وكارهين الإعلام ليه؟ لأن انت انت نزعته سلاحه اللي بيحارب به الدول اللي هو الفساد لما نجيب بالقانون ونحول هؤلاء لمحاكم فورية عاجلة تبقى للقانون واحد باني على ارض الدولة سارق ارض الدولة تتعاطف معه ليه لماذا تتعاطف مع الحرامي ليه تتعاطف مع السارق الكلام اللي النهاردة انا قدامي يا جماعة انا لما يجي انا مبارع قلت قلت فيه فيه ميت ميت واحد يقول لي مبارع ايه بيقول لي هو الدولة ليه وفرت وفرت للراجل اللي عمل بنى خارج الكتلة السكنية ووفرت له ليه كهربة ومية ومجارب انتو شايفين القصة ايه واحد راح بنى هنا وبعدين قد نطوع الكهربة لان مفيش عندي سيستم يربط الكهربة بالمية بالدولة بغيره تعمل ايه بتفكك مش عارف اقول له هبقى جيبلك بعد كده يبدي مضينا على تعهد فيه تعهد موجود الدولة مضينا عليه انه هو الملتزم انه الاجراءات وانه كذا وكذا وكذا يوصل له كهربة دلوقتي الرئيس خدهم الاول قال لا كل الجهد تشوف بعض اللي هو الدولة الرقمية اللي تكلم عليها وزيرة الصلاة نعمل كل الناس شايفين بعض يروح بقى يقدم على طلب كهربة يقول له فين بقى الترخيص الترخيص اهو سليم اقدم له كهربة وقدم له مية فين في التنظيم مش اي حد كل واحد هي بلد ولا فوضى ولا هو اي حد عايز يبني في اي حيطة يبني مش فيه تنظيم مش فيه تخطيط عام مش فيه هيئة للتخطيط مش فيه تخطيط عمراني اي حد يبني في اي مكان الرئيس قال يا عم انت عايز تبني انا هبني لك يا عم هقول لك ابني فين لكن ماتبنيش عرض ازراعية حطرح النهر في النيل في غيره في السكة الحديد هو ده كمان المخالفات الناس بستفهم موضوع المخالفات انا ان شاء الله اعمل لكم ملف على موضوع المخالفات بالارقام عشان تعرفوا ايه اصل الحكاية كان فدان اتسرق منكم خدوه ناس وبنوا وكسبوا وتجروا وعملوا بقوا عندهم مليارات بالحرام بينوقوا بها الدولة انا ما عنديش اي مشكلة على الاطلاق ان اتولى انا لن اتوقف اهو لو لم اتحدث في امر اخر هتحدث في هذا الموضوع يزعى لحد مني يشتموني يعملوني ولا فارق معي خلط قلنا احنا تصدقنا باعراضنا لله من زمان لو في حد بيقول لي ابراهيم بيقول لي طب لو في مسئولين وغيره الله العظيم فهنا في هذا المكان والله شاهد على ما اقول اي مخالف اي مخالف اي مخالف للقانون مفيش على رسوليشة واقول اسمه نائب بقى في البرلمان مش عارف ضابط مستشار طبيب اعلامي ان شاء الله يكون ابو يا حسن الله ارحمه قولا واحدا قولا واحدا لازم الاعلام كمان يساعد الدولة يا جماعة ما هو لازم الاعلام يساعد الدولة لانه يبقى فيه وعي عندنا القضية قضية انا بقول قضية التعديات قضية امن قوم بقول تاني انه هذا التوجه بمثابة مشروع قومي لاعادة هيبة الدولة او استعادة هيبة الدولة المفقودة انا بقول بشكل واضح وانا اثق في القائمين على المشهد الاعلامي نقدر نتحرك الاستاذ المحترم كرم جبر رئيس المجلس اعلى تنظيم الاعلام المهانس عبدالصادي الشرباجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والاستاذ المحترم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية الاعلام اعتقد انه هؤلاء الثلاثة في هذا التوقيت بنقعدوا بيقعدوا بتكلموا الناس مئة بالمئة هيبقى فيه في هذا الاطار انا معرفش بالزبط بس ممكن خلال الايام القليلة او الساعات القليلة القادمة يكون فيه عمل اعلامي برؤية اعلامية موحدة موضحة للناس ايه الموضوع وممكن نقعد انا بقول الاستاذ كرم استاذ كرم يقدر يرتب لنا موعد مع رئيس الوزراء مع الوزير التنمية المحلية مع وزير الاسكان مع وزير الداخلية نقعد نتكلم الاعلام يعرف ارقام نعرف ارقام حجم التعديات حجم التحديات حجم الخراب اللي حط فيه اكتر من الارض الزراعية المصرية عشان دي قضية امن قومي نبدأ نتعامل بها في شكل اعلامي منضبط وبارقام مصبوطة عشان اهلينا والناس يعرفوا الحرامي والمرتزق واللي سارق الناس دي محدش يتعاطف معاها ومش عايزين وصفحات الوسائل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي اللي كل واحد احنا عندنا سبعمائة الف مخالفة موجودين او غير او اكتر لو كل واحد كاتب بوسط يعمل ازعاج لا الدولة غير منزعجة والدولة لا تتعامل ولا تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرة اخرى الدولة المصرية تدار عبر مؤسسات راسخة ودستورية الدولة المصرية لا تتعامل ولا تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدولة المصرية لا تدار بمواد بتسمى هاشتاج ولا يؤثر عليها هاشتاج او يؤثر عليها تغريدات الدولة المصرية راسخة بكل ما تعنيه الكلمة قوية بكل ما تعنيه الكلمة الاعلام علي دور في ترسيخ الوعي في نشر الوعي في توضيح الصورة وانا بقول تاني الجهاز التنفيذي للدول الادارة التشريعية للدول الادارة الاعلامية للدولة الجميع بيعمل في حال التناغم حقيقي لمصلحة هذه الدولة الرئيس اصدى التعليمات من ضمن هذه التعليمات كان هناك نداء للإعلام والمفكرين والمثقفين واحنا من هؤلاء الناس اللي بنتلقى هذه التعليمات ونحولها الى برامج على ارض الواقع هنا في هذا البرنامج اتبنى هذا الموضوع الى ان شاء الله نحتفل باخر تعدي على ارض زراعية او ارض او املاك الدولة هنا في الدولة المصرية احنا الاعلام دوره ايه دوره تنوير دوره توضيح دوره نقل اخبار دوره نقل معلومات دوره تحليل دوره وعي دوره ارشاد دوره تغيير مزاج عام احنا بنقول للشعب المصري احنا في معركة كبيرة جدا المعركة معركة لا تقل عن المعارك الحربية المعركة اللي بيحصل من تعديات على املاك الدولة المصرية لها املاككم الاثار السلبية لها بتناظر الاثار السلبية للارهاب الاثار السلبية لاي مشروع معادل الدولة المصرية بقول عدد السكان بيزيد كل سنة حوالي اتنين ونص مليون او اتنين مليون اتنين مليون في عشر سنين يعني عشرة في عشرين يعني في عشر سنين احنا في الفين الفين وعشرة يعني عشر سنين في اتنين بعشرين يعني احنا في سنة التلاتين نبقى عندنا مية وكم مليون مية وعشرين مليون العشرين مليون دول هيكلوا منين هيشربوا منين هيسكنوا فين هنجيب لهم وظيف منين احنا عندنا تحدي في الميا يا جماعة الميا اللي جاية بتقل والرقعة الزراعية لازم تزيد عشان ااكل الناس والاكتشافات الغاز لازم تزيد عشان اشغل المصانع والمصانع تشغل بيوت الناس بنعمل تحليط ميا هنا وهنا وهنا الميا اللي بتجنها بنفلطرها عشان نعيد تنقيتها في استخدامها في وسائل اخرى زراعية وصناعية شغلين في كل اتجاهات بقى بخطط لبكرة بكرة مش اللي هو السنة الجاية لسنة ستين وسنة خمسين البلد حكمها صعب وما ينفعش نحط ايدنا في المياه البرده لانه حرام والله والله حرام البلد دي كبيرة ولازم تستمر كبيرة كبيرة بيكم وبعملكم كبيرة بتعاونكم نشمر ونتحرك ونشوف ان شاء الله اعرض عليكم بكرة باذن الله ارقام انا اسف تخد تعرفوا بلدنا تسرقت ازاي واحد يقول لك البلد دي كبيرة جدا البلد ده عظيم بلد غنية اوي فلسة بتروح فيه ايه ايه ما هي بتروح اهو اللي بيسرق من هنا البلد يا جماع اللي بيسرق ارض ويسقاعها واللي بيعمل قانون عشان نفسه واللي بيعمل بيت كزا واللي بيجيب مخدرات من برة واللي بيجيب كله مستباحكله مستبح اللي بتهرب من الضرائب ويجيب له خابير ضرائب عشان يشله الفلوس واللي بيعمل له كزا واللي شركة خسرانه طول عمره خسرانه وما تسابش والضرائب مفيش وللي بتهرب من الجماري كل وللي بيتاجر في الاسهار ويجي له شيخ يقول له حلال وكل ده في شيخ قالت انه درائم الجماليك حرام وفي شيخ قاله ان تجارة الاسهار حلال وانا فاكر كلكوا عارفين بجمعها ليابراهيم وده كله مش ده نهش ده بناكل في البلد بناكل في لحم الحي بناكل في بلدنا بسناننا غير اللي برا احنا عاديين فاضيين نشغل انا بقالي تلات اربح سنين اهاجم الاخوان برا مصر والارهاب وتركيا وقطر وبنتكلم على الانجيزات بتقصد في البلد وسايبين احنا عندنا فيه فساد نفتح ملف الفساد ملف الفساد ملف ضخم لم يجرؤ احد على انه يفتحه لم يجرؤ احد على انه يفتح ملف الفساد بهذا الشكل على مصرعي الرئيس يفتح بجراءة غير مسبوقة كل ملفات الفساد في وقت واحد هتسعدونا ولا لا او ده الكلام ده المحك ده المحك انا اسف انا طولت وانفعلت ابراهيم بيقول لي فاضل مش هعرف كم وعشين دقيقة بقولك ابراهيم سامحني سيد وزير الداخلية النهاردة كان مع السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وقال كده باختصار جاهزون لتأمين اعمال ازالة مخالفات البناء في اي مكان نقطة دي العنوان يكفي عنوان بيقول وزير الداخلية بيقول احنا قادرون على ازالة كل المخالفات بكل قوم خلاص نقطة نقطة سادة مدير الامن انا متأكد واثق تماما واثق تماما في دقة تصريح سيد محمود توفيق وزير الداخلية انه لا احنا الداخلية بكل اجهزتها بالتعاون مع باقي المؤسسات قادرة على تأمين اعمال الازالة تأمين اعمال الازالة انا يعني سيد وزير الداخلية بيطمن الباقي انه احنا شغالين شغالين وشغالين وقادرين اه النهاردة اللواء محمود شعراوي قال شهد ارقام سريعا في اطار نفس اطار اللي بقوله بيقول اه اه تلقينا طلبات تصالح لغاية النهاردة كان بطلب تصالح سبعمائة وسبعين اهل سبعمائة وسبعين بالزمن سبعمائة وسبعين الف طلب تصالح يعني فيه سبعمائة وسبعين الف واحد خالف بسرعة لما لقوا الموضوع بجد والرئيس غطبان والدولة جده بسرعة السيد كذا ارطوبر برجاء تصالح قدموا الطلب سبعمائة وسبعين الف طلب تصالح منهم تم الاتفاق وانهاء ستاشر الف حالة وتم تحرير عقود لستاشر الف انتو عارفين الفلوس اللي جات من ستاشر الف قديه مخالفين بناء بقى ومش اربعة وستة من عشرة مليار جنيه يعني اربعة تلاف وستمائة مليون جنيه اتدفعوا على ستاشر الف مخالفة من سبعمائة وسبعين الف مخالفة الفلوس ده تروح فين اللي اربعة وستة مليار اللي ما ممكن يبقوا عشرين مليار راحين فين هنلعبوا بهم كوتشينا ولا هنلعبوا بهم امار مع عز الله هنبني بهم مدارس ونجيب بهم للناس السلعة التامونية وهنبني بها جماعات وهنرصب بها طرق وهنرفع بها القرى الاشد في اقرر الناس الغلابة اللي اشتكت على مدار السنين اللي فاتت من الحتان اللي بيسروا ارض الدولة بقولهم اتطمنهم برضا وسلاما عليكم الفلوس اللي تسرقت وحرقت قلبك زمان وتبصوا للناس الفسدة وشترين تعملوا حاجة لاني كانوا محميين بسيستم ونظام ودولة وبرلمان وغيره الفلوس دي اتغلت منهم ورجعالك تاني الفلوس اللي تسرقت منكم وقهرتكم انا عارف فقرة كتير كتير جدا قاعد غلبان مسكين قدامه اتاخده اتبنت عمارة عشرين دور واتبنى اصر قدامه عن نيل وهو شغال قاعد في كوغ غلبان بيقول لانه ده واصل خد كل ده وانا مش لقاكل وهي شايف قدامه عنده حق ده فساد فساد قالك ده محمي من الدولة ده كلهم حرمية يا عم بقولك كان عندك حق بقولك كان عندك حق الفلوس دي بقى اتغلت منه الراجل اللي كان اهرق اتغلت منه واتصالح ودفع وفلوس ده راجعلك راجعلك في شكل ان شاء الله في القرى الاشد فقرا الدولة بتبنينهم البيت وبتفرشهم اهو ده اللي راجعلك بتزود الناس بتقع التكافل وكرامة اهو ده راجعلك بتخلي التعليم مجاني اهو ده راجعلك اطمن اطمنوا احنا بيحكمنا واحد شريف اطمنوا بيحكمنا واحد فاهم وما بخافش غير من ربنا اطمنوا اربعة وستة من عشرة مليار بس لغاية النهاردة في ستتاشر الف مخالفة انتوا عارفين لو احو ماeren اخدش عربي اقول ايه الصغير phenomenonθε فاهم ومخالفين انتوا عارفين رجعلك كام الف فتان اسمع الرقم ممتخدش ميتين واحداشر الف فتان ماتين واحداشر الف مش ميتين فتان ولا ميت فتان ولا الف فتان ميتين واحداشر الف فتان داخلين على ربع مليون ومسرعين مننا انت كون فتان منه الفتان اربع تلاف ومتين متر الفدان اربعة تلاف ومتين متر. اضرب اربعة تلاف ومتين متر. في متين واحداشر الف. اضربها يا وليد والله انتهى ابراهيم. شوف هيطلع الرقم اديه. ملايين الامطار. دول لمين? للباشوات اللي ماشيين. وقولك يا رجل البر والتقوى. وانا داخل الانتخابات وانا هعمل عشان الشعب. وهو باسرق الشعب لم يجي الدولة بقى تاخد منه هزا الكلام. اشكر الدولة. اشكر الدولة. اقف جمي دولتك. متين واحداشر الف فدان تم استرجاعهم نتيجة اربعة تلاف حالة. يعني فيها اربعة تلاف واحد اتحاسب. ودفع ورجعنا الارض تاني. لكم يا مصريين. متين واحداشر الف فدان. تلاتة مليون متر مربع مباني. تلاتة مليون متر. لما يكون عندك انت شقة يقولك شقة ستين متر. وبيحمد ربنا وبيشكر ربنا. لا ده توسع ربنا فتع عليه. عنده شقة مية خمس ستين متر. انا لما كان عندي شقة ستين متر زمان. قعد راضي وتمام. لما دلوقتي بقى عندي شقة مية خمس ستين متر مبسوط. الحمد لله. ربنا يزيد علينا نعمة يا رب. تخيل مية خمس ستين متر في امارة. وفرحان ومبسوط ان ربنا ووسع عليك. ربنا ووسع عليكم جميعا. لما تلاقي واحد سارق مجموعة سارق تلاتة مليون متر. تلاتة مليون متر. ارض مباني سرقوهم من املاك الدولة. اللي هي املاكك. الموضوع كبير يا جماعة والرئيس من حقه يغضب. تم ازال حداشر الف حالة بناء. حداشر الف حالة بناء. تم ازالتهم. ده الغاية تلاتين اغسطس اللي هو مبارع. ربنا اويهم. حصل واقعة. هذه الواقعة اثارت غضب الشعب المصري. وانتشرت مقاطع فيديو لسيدة. بتقوم بالتهجم والاهانة لضابط شاب في محكمة مدينة نظر او النزهة. الموضوع باختصار شديد. السيدة موجودة ومسكة تليفون في المحكمة وبتصور. اهو اهو. الراجل الضابط المحترم ابن الناس المحترمين المتربي. المتربي. قال للست بمنتهى الادب. لأ لأ هات لا يا براهيب لأ لأ ما تجيبوليش كده لأ هاتولي من الاول لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت. بس مش عايز فيه شتائم بعد اذنك. اه بعد اذنك. اه اه طب هنسا نسمع الفيديو وبعدين الكلب. هات الفيديو. اه. اكبر اه. 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 انا. شكرا. شكرا. ايه كدا يا خط الموبايل خط الموبايل خط الموبايل كمان خط الموبايل خط الموبايل كمان حلوة أوتي تصور يابلي تصور سمحت الموبايل بتاع ده المشهد باختصار هذه السيدة بتصور بالتليفون وموجودة جوة المحكمة من غير كمامة الضابط المحترم قال لها حضرتك بتصوري في المحكمة ومش لابسك مامة قالت له انا هصور قال لها مينفعش تصوري ومش لابسك مامة قالت له انا مستشارة وعضو في الامم المتحدة قال لها كرنيهك قالت له عمري مهديك كرنيه وانا كذا وشتمت الراجل بشتائم وسباب مفيش حد يقبله في الاخر الراجل خد منها التليفون وكان عنده ثبات انفعالي ينم على حكتين الراجل الضابط ده متربي تربية محترمة جدا الضابط ده متدرب تدريب رائع جدا انه عنده ثبات انفعالي غير مسبوق ثبات انفعالي بدأنا نشوفه بين ضباط الشرطة في اللي بتعاملوا مع الجمهور الضابط المحترم اللي قدامي اتهان اهانة غير مقبولة من اي حد وانا بقول للسيدة اللي قدامي وبانتهى الهدوء بقول المستشارة هل المؤسسة القضائية المصرية مؤسسة منضابطة مئة بالمئة مؤسسة منضابطة مئة بالمئة لا تقبل مثل هذه الامور وكون السيدة المستشارة الجليلة تقول انا عضو في الامم المتحدة مستشارة يا سيدتي ليس لكونك مستشارة تقوم بخرخ القانون وليس لكونك عضو في الامم المتحدة انصح ان تخريقي القانون وانا باسأل لو انت في الامم المتحدة هل هيسمح ليكي تدخول البوابة بتاعت الامم المتحدة دون كمامة هل يسمح ليكي انك انت شغلت تليفون والكاميرا مستحيل يا جماعة لكن اللي بيحصل في مصر دلوقتي اللي حصل قدامي في مصر انا مش باخد الجانب السلبي منه الست اللي أخطأت خطأاً جماً خطأاً كبيراً غير مغتفر لأي سبب من الأسباب إن هي تقوم بخلق كالتفات اللي عليها النجوم بتاعة الضابط دي إهانة للمؤسسة الشرطية دي إهانة لهيبة الدولة إهانة لهيبة الدولة غير مقبولة الضابط محترم متربي متضرب عنده ثبات فعالي ابن ناس كان واقف بيحاول بيلم نفسه حتى إنه باين في كلامه أدب وبيبتعد وبيقول من فضلك بتشتمه ويقول لها متشكر متشكر أنا بقول تاني للواء المحترم محمود توفيق وزير الداخلية المحترم يا سيارة الوزير أناشدك أناشدك بتاريخك وناشدك بضميرك هذا الرجل لابد أن يكرم تكريم هذا الضابط بات واجبا وبات مطلبا شعبيا ليه؟ لأنه أرى فيه صورة الشرطي المدرب المحترم النظيف اللي عنده ثبات فعالي هذا الشرطي اللي واقف في ظل هذه الظروف أنت عارفها سيارة المستشارة ولا أنتوا عارفين هذا الضابط أهله تعبوا فيها قد إيه؟ علشان يربوه؟ عرفته الدولة صرفت عليه إيه؟ وتعمل فيها عشان ربوه يطلع ضابط؟ التدريب اللي خاده قد إيه عشان يبقى عنده ثبات فعالي؟ هذا الرجل ابن ناس بالتأكيد لا أهله يقبلوا عليه أنه يوهان ولا أولاده يقبلوا عليه أنه يوهان ولا إحنا كشعب نقبل عليه أنه يوهان مهما كان لو مين؟ مش لو مستشارة لو أمين عامل أمم المتحدة؟ نفسه لنقبل أنه يوهان ضابط محترم بيؤدي عمله وفقا لقانون العقوبات في مواده 133 و35 و36 و37 ده على طول العقوبة سجنة على طول حد بيقول لي أنه دلوقتي حد بيقول لي أرسل الستة عندها علاج نفسي أو تعبان نفسيا المفروض طالما تعبان نفسيا تقعد في البيت لكن ما ينفعشي تهين موظف أثناء تدد عمله تاني بقول أنا من هنا من هذا المكان ومن هذا المنبر أشكر هذا الضابط وأشده على يديه وأقول له نعمة تربية ونعمة تدريب ونعمة الهيئة التي تعمل بها ونعمة المؤسسة التي تعمل بها وأنا أناشد من هنا باسم كل القيم النبيلة السيد اللواء محمود توفيق أن يكرم هذا الضابط وكل ضابط يقوم بضبط انفعالاته وسط هذه الظروف أنه بالفعل لابد أنه يكرم الضابط المحترم اسمه يا أبراهيم الضابط وليد عسل وليد عسل والله أنت راجل متربي والله راجل متربي وأنا بقول تاني معرفش أنا في الإعلام بتكلم بقول هل يمكن أن أعتذر لوليد عسل نيابة عن هذه ما أصابه لا أدري إن كان اعتذاري في محله ولا غير محله لكن فعلا أنا قبلة على جبين الضابط وليد عسل وقبلة على جبين كل ضابط في الشرطة المصرية وبقول تاني إنه يعني تكريمه واجب علينا والاعتذار ليه واجب علينا السيدة وكل سيدة قبل كده ما إحنا شفنا في المطار قبل كده واحدة برضو قامت وقلت أدابها على ضابط وقلت له وعمل وخليه كاتش أربه وليكات منتنيلة بيستنيلة يعني اسمها النرش ولا الهرش ومعرفش حاجة زفت يعني أنا عايز أفهم هو إحنا مش دول ولادنا يعني طب بره بيعملوا إيه بس عشان ما حد تش يقول لي انت مزودها ما وتقول لي وعملت جامل والله ما عرفه والله ما عرفه والله ما عرفه هذه الصورة بقول يا جماعة انتوا عارفين بره بيحصل إيه بره بيحصل القانون بيتطبق إزاي أهو قدامنا شوفوا يا جماعة ده فيديو في الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا ده فين في أمريكا دي قاضية في أمريكا دي يا جماعة قاضية في أمريكا الضباط شكوا إن هي ماشية بتهزي شافوها كده شكلها شربة يعني فجوم نزلوها قاضية نزلوها عشان يتأكدوا إن هي شربة ومشربة وقدامها على خط أو لو همشي على خط المستقيم قدامنا دي قاضية دي قاضية فين في الولايات المتحدة الأمريكية هتالي تاني لو سمحت من فضلك من فضلك يا برهيب دي مسكوها عاملو في إيه الست شكوا إن هي شربة وقفوها على جم وقفوها تعالي ومشوها على خط مستقيم عشان يشوفوا أهي قدامنا بمنتهى الاحترام امشي أو عشان يشوف شربة ولا مش شربة الست هي سكرانة شكلها أهي مش في قصتي الموضوع لكن قصتي كيف احترمت الضباط وهذا التعامل الراقي الموجود ده فين في أمريكا ده في أمريكا ده تعالي شوف فرنسا معارض كبير في فرنسا معارض وقوات الشرطة بياخدوه من مقر الحزب معارض كبير في رئيس حزب في فرنسا أهو والشرطة بتتناقش معاه علشان يتم توقيفه والقبض عليه لأنه مطلوب في أحد القضايا أهو مش راضي هو بيقاوم بشدة بيقاوم بشدة أهو ايه الشرطة عملت ايه بها شايفين شايفين ده داخل حزب بالمناسبة تفتيش ده داخل حزب تفتيش وانا بقول لها باهي الدين حسن وأخواته وأتباعه وزيوله وبقول لكل الناس الموجودين ده فرنسا اهي اللقطة دي في أحد يقول لها انت قداد اللقطة دي في فرنسا داخل مقر حزب للقبض على معارض فرنسي دي فرنسا عاصمة الديمقراطية في العالم وحقوق الإنسان اللي قاعد عندهم باهي الدين حسن اهو اهو شايفين ده رجل الشرطة دخل علشان يتم القبض عليه انا مش تبتعالوا شوفوا كمان تركيا بيحصل فيها ايه قادي تركيا اهو قادي تركيا ايه ده ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل ده واحد هيجي ويسيب كل اللي قلته قلت لك ايه شايف ناشا تجايب ناس بتضرب بيقول الشرطة لمفروض تضرب لا ما بقولش بقول كيف تتعامل الشرطة في أمريكا في فرنسا في تركيا مع الحالات اللي زي دي اهو قالوا اه ده في تركيا اهو هاتلي بقى الظابط المصري هاتلي الظابط المصري شايفين في فرنسا وفي تركيا شايفين الظابط المصري والله والله ده لو في امريكا شوفوا امريكا يا جماعة شوفوا الظابط في امريكا عمل ازاي شايفين يا جماعة الظابط في امريكا قاعد بيناقش ازاي شايفين واقف ازاي شايفين محترم ازاي هنجيب دي ونعن نغني بيه الراجل الشرطي المصري هنا تفوق على الشرطي الامريكي والفرنسي في حقوق الانسان اهو قدامي قدامي اهو بالصوت والصورة قدامي الضابط اهو اللقطة دي لقطة مهينة جدا لقطة مهينة لنقبل هزيه الضابط الضابط لو ما كانش عنده تدريب وتربية وسبات الفعالي وخدت وشدت منه الكتفات العلا دي الطبيعي في هزا الوقت كان ممكن ضربها بالقلم كان بقت كارثة كنا الحمد لله لنا محصلش لانو متربي وكان يحصل كارثة لكنه تخيل معايا لكان يحصل ايه قالك ايه الضابط يصفع مستشارة بالمحكمة والدنيا تقوم ويطلع ووش الضابط ده جماعة وقح تحت ضغط نفسي غير عادي ضغط نفسي غير عادي ونجح بسبات الفعالي نتيجة حاجات كتير جدا مش بالصدف تربية بالتأكيد يعني ربنا يا ابني يعني تسلم البطن اللي شالتك بجد متربي كلية رباته تمام وانا بقول طبعا احنا احنا انا مستحيل واحد ايده تقطع لو ايده تمانت على واحدة ستة يعني بتكلم عن نفسي لكن ده ده مفروغ منه لكن انا بقول تاني الصورة اللي قدامي دي انا بسواءها وبقولها وبانشرها لانه انا متشرف بشرطة بلادي بالاداء بالمستوى بالثبات الفعالي بالتربية بالتدريب وبقول تاني عندي نمازج من امريكا ومن فرنسا ومن المانيا ومن كل دول العالم لا ترقى لهذا المستوى المستوى وانا بقى اتكلم ولازم اقول ويقولوا معايا حضراتكم لانه ده واقع قدامنا الراجل الشرطي المصري اهو اهو بيتفوق على الشرطي في امريكا في دول اوروبا في مجال حقوق الانسان واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيطة ليه اللي مش عاجبه يدفلق ليه لانه ده واقع قدامي الواقع دي واقع النهار ده واقع النهار ده طبعا رئيس النيابة الادرياء اللي بنحقق والنيابة العامة طلعت بيان ويعني انا انا بتكلم على اللقطة والشكل من الناحية الاعلامية ومن الناحية المجتمعية اهو اخلاق سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة بكفالة الفين جنيه مرعال ظروفها النفسية ربنا يشفيها ربنا يشفيها ويشفي الجميع وبقول تاني انه يا جماعة المجتمع بيتعاد تركيبه المجتمع بيعاد تشكيله نصبر شوية نصبر شوية واحنا بنصبر وان شاء الله ربنا هيكرمنا انا ثاني بكل الاحترام والتقدير وسام الاحترام للضابط المحترم وليد عسل ويعني كل الشكر والتقدير للنيابة العامة والنيابة الادارية هيئة النيابة الادارية على سرعة الاستجابة وسرعة التعامل مع الموقف والتحقيقات وفتح التحقيقات لدولة مؤسسات فيه الحقيقة دولة مؤسسات لكن هكذا انا قلت شرطة المصرية نجحت فيه الفترة بتاعة كورونا فيه التعامل مع الازمة والتعامل مع الموقف بتاع الحظر التجوال برقي شديد وبمهارة شديد وهذه النتيجة لانه فيه عندنا تدريب وفيه اجراءات حاسمة لمعاملة رجال الشرطة للمواطنين بس ما يتحولش الموضوع الى فهم خاطئ لحلم رجل الشرطة واحترام رجل الشرطة وتربية رجل الشرطة وتدريب رجل الشرطة انا بشكر تماما الناس اللي ضربت هذا الضابط والمؤسسة اللي فيها هذا الضابط وزير رأي مجتمع اجتماع مجتمر مع هيئة الوزارة والمسؤولين في الوزارة لانه في الفيضان هذا العام الحمد لله طبعا دخير يعني نوعه وحجم الفيضان ضخم وهيبان في سبتمبر واكتوبر لكنه المؤشرات مبشرات زي ما يقوله ووزير رأي بيقول نتوقع ارتفاع كميات الواردة من مياه النيل بسبب سيادة الامطار بالخرطوم زي ما بتقول صحيفة اليوم السابع لجنة ايراد النهر بتقول تنسيق على مدار الساعة بين الرأي المصري بسودان ونظيره السوداني في اطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات واجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس مشكلة عندي في ليبيا في خلافات في وكالة ايطالية اسمها وكالة نوفا الايطالية بتقول انه في خلافات جامدة في ترابلس بين الميليشيات وبين الوحدات العسكرية المعسكرة وبين الحكومة الوضع في ليبيا يعني انتظر اترقب المزيد من المعلومات لكن زي ما قالت وكالة نوفا ما اقدرش تجاهل وكالة نوفا الايطالية مهمة جدا تقول محمد الحصان اامر اامر الميليشيا ميستوستين رقامها كده المسراطية التابعة لحكومة الوفاق الوطني هدد بالانشقاق عن الوفاق في حال عزل واجزير الداخلية فتح باش اغا والذي اوقفه استراجع عن عمل واحاله للتحقيق على خلفية الاحتجاجات التي اتشادتها ترابلس وقال انه محمد الحصان اامر الميليشيا دوت هو الميليشيات استقبلت فتح باش اغا لما جاه من تركيا ونزل المطار بالفيديو اللي زرحته لحضراتكم بارح اللي كان فيه حوالي 400 سيارة كانوا مسلحين باذانا بانه هو الداعم لفتح باش اغا يبقى محمد حصان اللي هو اامر الميليشيا بيدافع عن فتح باش اغا ضد مين فايز السراج وبيقول يعني انه فيه خلاف باش اغا والسراج على خلفية محاولة باش اغا ضد كتيبة النواصي وابو سليم في كتائب ترابلس وتجاهل كتائب بميليشيات مصراطة وقالوا انه على ما يبدو ان مدينة مصراطة لتقف كلها في صف باش اغا بل انه نجح السراج في تحقيق انقسام بين قناتها بعد ان صدر قرار باقاف باش اغا بحضور وموفقة القيادة المصراطي احمد معيتيق ونائب رئيس المجلس الرئاسي كما ايد القرار خال احمد معيتيق ورئيس المجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي من جانب اخر من الصراع داخل مصراطة بين قبيلة السويحلي وعائلة باش اغا المؤثرين يا جماعة يا جماعة انا اتخضيت اللي بيحصل ده يعني عملية شرزم داخل النواة يعني احنا ده بكلم مش بانغازي ومصراء وطرابلس ده طرابلس وطرابلس ودخلنا في مصراطة ودخلنا في السويحلي ودخلنا في باش اغا الموضوع يخض وربنا يسلم يعني البنك المركزي التركي اعلن انه وقع مذكر التفاهم مع البنك المركزي الليبي بقيادة الصديق الكبير بالمناسبة الصديق الكبير ده صدر قرار من مجلس النواب بايزلته بايقلته بعزله ازاي يوقع مذكر التفاهم مع البنك المركزي التركي ده اتراك اللي اعلنه بس عايز اقول معلومة يعني للناس البنك المركزي الليبي او دعا في البنك المركزي التركي تمانية مليار دولار تمانية مليار دولار ليه؟ لمحاولة انقاذ الاقتصاد التركي من الغرق وكان قطر دفعت قد ايه؟ خمستاشر خمستاشر تبادل عملة وكان عشرة فيه اول الازمة تاعت الليرة يعني خمسة وعشرين وتمانية يبقى كام؟ تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين مليار دولار دخلوا تركيا من ليبيا ومن قطر انتوا عارفين مصر يا جماعة مع صندوق نقد الدولي في تلات سنين كنا مقترضين اقد ايه؟ اتناشر مليار بشرفنا وكرمتنا اتناشر مليار اتناشر مليار بنسدد فيهم تركيا خدت من قطر خمسة وعشرين عشرة في خمستاشر وخدوا من ليبيا تاهمانية وبتكلم بقولك احنا ناس اطقياء انقياء حسب الله ونعم الوكيل بنفسه في نفس التوقيت في نفس التوقيت عندهم الليرة بقت بسبعة وكام سبعة وكام أبراهين سبعة وثلاتين يعني كانت اول ما ميسك اردغان كانت باثنين نارد بقت بسبعة سعر العملة مش شايف انا حد في الاعلام بيهاجم الليرة وقعت الليرة راحت الليرة ترناحت الليلة مش عارف ايه القصة دي كلها المهم يعني خليه بس اقول انه القضية بتاعت الفورمونت هاختم بيها القضية فيها تفاصيل كتير انا مش اتكلم فيها لان الموضوع تحت ايد النيابة العامة لكن بقول تاني الموضوع فندق الفورمونت وما جرى فيه من حفلة حفلة وثم اختصاب جماعي وحفلات مخركة مقيل ان هناك حفلة مش عايز اتكلم لانه ايه حفلة جنس جماعي وشزوز ومش عارف ايه و ايه و ايه قصص يعني يعني حاجة زاز حاجة تفاصيل عندما يعلن عنها سوف يشمئز الانسان الطبيعي على كم الشزوز وكم الثقافي ثقافة ليس لها علاقة بمصر على الاطلاق لكن باسأل الناس كنت تكلم على البنت والولاد ومين وابن مين وغيره فيه حاجات في صادمة واسماء صادمة ده فيه واحد فيه واحد سريعا واحد ابن مرشح رئاسي سابق متهم في هذه القضية بشزوز اسماء يعني يرجع يا رب ابنه يرجع يا رب ابنه يرجع يا رب ابنه يعني بدل ما هو عمل ينظر برة وقولك مجلس ثوري ومجلس مش عارف ايه وايه هذا الكائن الراخ ويرجع يا رب ابنه انا مش عايز اتكلم مش عايز اتكلم لغاية ما يكون عندي المعلومات ويسمح لانه المضوح تحت 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 مظلة النيابة ما ينفعش اقول اسماء لانه يا جماعة لكن الفيرمونت بقول انت كنتوا فيه انت كنتوا فين لما الولاد خدوا البنت في جناح وعملوا كل هي دي كانت في السر دا حملات بصاخبة ورأس ومش عارف ايه وايه انا بسأل والله صحيح اوما قدرت الفندق كانت فين صحيح انا بسأل فين الكاميرات يا قدرت الفندق فين لما السبع يطلعوا ببنت في يعني فين تبلغوا شرطة السياح تبعملوا يعني انا بسأل كل الحاجات دي كلها اصلا عملنا تكلم على البنت واللي ولاد وغيره والشاز والشازة واللي عمله كلام السقافة بقره عن مصر خالص فلوس كتير مع العيل وفلوس حرام خدوا بالكم الفلوس الحرام بتعمل اكتر من كده الفلوس الحرام لسأتكلم على التعديات ومش عارف ايه الفلوس الحرام وقلت الرماية بتعمل اكتر من كده لكن بتكلم احنا في دولة وبنعيد الكلام تخيلوا الدولة بتاعة الفين وعشرين اللي بتراجع الفساد والانهيار بتاع ما قبل الفين واربعتاشر اهو ما هو ده اللي بيحصل بنرجعوا بنشوف يا جماعة احنا في بلد محترم احنا في بلد محترم وان شاء الله هتبقى قد الدنيا دمتم في امن الله